ليسوا موتى ولا أحياء بل هم المخفيون قسريا في العراق حيث يغيب الضحية والشاهد وتطول مأساة في أدراج المنظمات الحقوقية من دون إجابات مقنعة تهدئ من روع ذويهم بعد أن أعياهم السؤال مفوضية حقوق الإنسان في العراق قالت إنها تسلمت أكثر من ستة آلاف شكوى عن حالات إخفاء قسري من مجمل عشرين ألفا وثقت اختفاءهم قسريا في البلاد لافتة إلى أن الحكومات السابقة لم تتعامل مع ملف المفقودين بجدية ولم توله أي اهتمام عام 2018 شهد انتهاكات خطيرة في العراق تمثلت بتصاعد عمليات الخطف والاغتيال بحسب عضو المفوضية فاضل الغراوي الذي أكد أن أكثر من ألفين شكوى وصلت للمفوضية حول المختفين قسريا في مدينة الموصل وحدها فضلا عن أكثر من ستة مائة شخص اختطفتهم ميليشيا الحشد في الصقلاوية بمحافظة الأنبار وألفين آخرين فقدوا بعد وصولهم إلى سيطرة الرزازة سيئة الصيت منظمة هيومان رايس ووش اتهمت السلطات الحكومية بالمسؤولية عن عمليات الإخفاء القسري لعشرات الرجال والأطفال من العرب السنة خلال الحرب على تنظيم الدولة لا سيما وأن الحكومة في بغداد لم تقدم أي إجابات عن مكان وجودهم أو حتى ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة وهي المنظمة ذاتها التي قدرت وجود ما بين 250 ألفا إلى مليون مخف قسريا في العراق وتؤكد المنظمة المعنية بحقوق الإنسان حول العالم أن ما وثقته من إخفاءات قسرية لا يمثل إلا جزءا بسيطا من حالة واسعة ومستمرة في العراق وهذا ما أكدته أيضا اللجنة الدولية للصريب الأحمر حين قالت إن لدى العراق أعلى عدد من المفقودين في العالم ويعرف القانون الدولي الإخفاء القسري بأنه توقيف شخص ما على يد مسؤولين في الدولة أو وكلاء لها أو مجموعات تعمل معها وهذا التعريف لم يعد يحتاج لتوضيح أكثر في العراق الجديد فالدولة ومسؤولها ووكلاءها والميليشيات التي استمدت قوتها من المرجعية الدينية باتوا معروفين ليس فقط العراقيين بل للعالم أجمع اشتركوا في القناة